ساعة قليلة تفصلنا عن إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد حيث يتطلع البريطانيون ومعهم الأوروبيون أيضا لمعرفة من سيقود البلاد في الفترة المقبلة ويختار حزب المحافظين بين مرشحين لخلافة جونسون وهما وزير المالية الصابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية لاستراس سالأوفر حظا للفوز بحسب استطلاعات الرأي وأيا كان الفائز فإنه سيواجه تحديات اقتصادية كبيرة وإضرابات غير مسبوقة تشهدها البلاد فمنذ أعلان جونسون عن استقالته تراجع توقعاته النمو كما ارتفع معدل التضخم السنوي أكثر من عشرة بالمئة وقفزت أسعار الوقود والغذاء كما سدى إحباط كبير بشان ارتفاع تكلفة المعيشة وإضراب مئات الآلاف من العاملين في الموانئ والقطارات وأيضا البريد أما عن العملة فقد شهد الجنيه الاسترليني أسوأ شهر له منذ الفترة التي تلت استفتاء بريكزيت حيث توقع بنكو إنجلترا أن يقفز التضخم إلى 13% مع تفاقم أزمة الطاقة وقدرت سيتي جروب أن يصل التضخم في بريطانيا إلى ذروته بنحو 18% في بداية العام المقبل كما يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات سياسية كالخلاف القائم مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى المواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية